قبل ما نبدأ الفيلم تتساش تعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وده عشان تتابع معاينا أقوى أفلام الرعب بيبدأ الفيلم مع واحدة اسمها لينا وهي مشى مع صاحبتها سالي وراحين على الحفلة بتاعة الهالوين في بيت صاحبهم جون واللي بيكون أغنى واحد فيهم بنعرف ان هم في كلية تطبع مع بعض لحد لما بيوصل جون على البيت ومعها جسة جديدة من المشرحة بتاعة الكلية وده عشان يتعلموا عليها وفي الوقت ده بنعرف ان هم عاملين مجموعة ما بينهم واي واحد عاوز ينضم ليهم لازم يعمل اختبار عبارة عن مقلب سخيف وده عشان يتصور فيه هنا بنعرف ان في واحد اسمه كان عاوز ينضم ليهم في المجموعة بتاعتهم فبيعرفوا هنا ان هم ممكن يعمل علاقة بعد شوية والفكرة بتاعة جون واللي هنعرفها كمان مع بعض فبيحاولوا ان هو يشاور على إلينا وان هي تطلع معادي الوقت على الأوضة فطبعا بيكون فرحان جدا لحد لما بيجاهزوا الجسة اللي كانت معاهم وفي الاخر بيحط الموبايل على جنبه عشان ما ياخدش باله وبيدفل انوار وده الطبيعي في المجموعة عشان ما حدش يفكر ان هو يخرج منها بعد شوية بيروح كين على الأوضة وبتفضل تتكلم معايا وهي على جنب واكناها هي اللي في السرير لحد لما بيقرب عليها وبيعرف في الاخر ان هي جسة وطبعا الكل بيكون تصور كل حاجة حصلت دلوقتي وهنا كين بيخاف جدا من المقلب لحد لما بتوصل الاسعاف على البيت عشان تنقله واللي بيكون تقريبا قرى بيتجنن هنا إلينا بتكون متضايقة من كل اللي يوم بيحصل لكنها مش قادرة ان هي تخرج من المجموعة لان معاهم فيديوهات سخيفة جدا عنها وممكن حد يشوفها وفي الاخر بنعرف ان هي من عيلة فقيرة جدا وخايفة تعمل حاجة زي كده لحد لما بتعد السنين وبنعرف ان هما قربوا على حفلة التخرج وبيجي عيد الهالوين للمرة الأخيرة المراد بنعرف ان هما هيعيدوا في القطر عشان يحتفلوا مع بعض وكل واحد فيهم بيلبس حاجة مختلفة وهنا كل حاجة بتكون ماشية طبيعي في الأول لحد لما بتوصل مشرفة القطر وبتطلب منهم يسلموا التذاكر بتاعتهم عشان الرحلة هتبدأ بعدها اندي بيهزر مع صاحبه توم وبياخد منه الجسة بلاستيك لحد لما بيخرجوا تاني من العربية وفي الاخر بيرجع توم على الناحية التانية وبعدها بيصغر شخص ما نعرفوش لحد لما بيضرب اندي في ظهره وبيكون قرب يموته وطبعا الناس بتكون فاكرة ان ده كله هزار مش أكتر بعد شوية الكل بيرجع تاني على القطر عشان يتحرك لحد لما بيظهر الشخص ده تاني عشان يسحب المهرك تحت العجل بتاع القطر وبنعرف كمان ان هو خد الهدوم بتاعت اندي عشان يروح بيه على باقي صحابه ولنا بتكون شايفة اندي قدامها وما تعرفش ان اللي بيكون قدامها ده واحد غريب ومسك السكينة بتاعته وقبل ما يعمل اي حاجة بيوصل صاحبها مو في الوقت المناسب فمش بيقدر ان هو يقرب منها وبعدها بتروح على البار عشان بتحضر حفلة السحر ومع الوقت بنعرف ان هو عاوز يقرب من لينا وبيعزم على اي حاجة تشربها فبتقوله هنا ان اصلا كل المشروبات مجانية وبتخرج من العربية فالطريق بتقابل صاحبها جون اللي مش بتحبه بسبب اللي حصل من سنين وبتفضل تسأله على مكان حبيبها مو وبعدها بتروح على العربية عشان تشوفه ومش بتلاقي حد موجود وبعد شوية بتعرف ان هو واقع على الارض وشكله ميت فبتفضل تسرخ على طول هنا بيقوم تاني عشان نعرف ان هو كان بيهزر معاه مش اكتر فطبعا بتكون متضايقة من المقالب لحد دلوقتي وبتخرج تاني من العربية وبيفضل دوم يدور على صاحبها اندي لحد لما بيشوفه وبيسأل عن الدم اللي كان في بطنه وما يعرفش مين اللي واقع في قدامه فبيروح على الحمام والشخص ده بيروح تاني وراه من غير ما ياخد باله بيته سالي لكن بيوصل واحد من العرض عشان يقول له من السحر هيبدأ كمان شوية وهينا بتخرج سالة على حفلة لكن جون بيكون زهقان جدا ومش عاوز يروح وهينا الكل بيكون مبسوط بالحفلة بتاعت السحر لحد لما بيطلب من المجموعة انه واحد يكون متطوع وفي الاخر بتطلع لينا مع السحر على المصدر وبيفضل يعمل في عروض مرعبة جدا وهينا صاحبه اندي بتفضل تدور عليه في كل حتة ومش بيتلاقيه فبتطلب من مو ان هو يدور معه بطريقة مستفزة جدا للينا فبتفضل تبص عليهم من بعيد والسحر بيحاول يعرفها اكتر على نفسه وبنعرف ان هي عملت كده عشان تخلي صاحبها يغير عليها لكن السحر بيكون فاهم حاجة تانية وبنشوفه متحمس ان القطرة هيتقلب بيهم وان هو من عائلة فقيرة جدا ومش محتاج يعيش اكتر من كده فطبعا لينا بتكون زقانا من القصة بتاعته وبتقوم من جنبه على طول بعدها بنشوف بنته وقفه قدام الحمام عشان تدخله لكن الباب طبعا بيكون مقفول وبتطلب من مشرفين القطرة ان هم يتصرفوا بسرعة وفي الاول بيكونوا شكين ان في حد بيشرب مخدرات مش اكتر لحد لما بيقرروا ان هم يدخلش في الموضوع اكتر من كده لان كل الموجود من ابناء الطبقة الركية وممكن يحصل معهم مشاكل بسبب ان هم يدخلوا وبعد شوية المشرفة بتطلب من البنت ان هي تدخل على حمام تاني غيره وفي الاخر بنعرف ان ده نفس الحمام اللي مات فيه توم من شوية والمقنع خد الهدوم بتاعته وده عشان محدش يشك فيه وفي عربية تانية بيكون فيها باقي المجموعة وهنا بيحاول دج ان هو يخلي مو يدخل في علاقة مع واحدة تانية وده عشان يبعده عن لينا باي طريقة بعدها السحر بيحاول يعتزلها عن اللي حصل من شوية وبيهزر معاها لحد لما مشرفة بتحس ان الوقت كتير فعلا على الجوة الحمام وبتفضل تخبط على الباب ومش بتسمع اي رد منها فبتكرر ان هي تفتح الباب لحد لما بتشوف جسة توم على الارض في الاول بتكون فاكرة ان يدهزر من الشباب مش اكتر لحد لما بتتأكد ان هو مات فعلا فبتروح على المديرة بسرعة هنا بتكون فاكرة زيها ان ده مجرد مقلم مش اكتر وبتقول لها ان هي لو راجعت دلوقتي مش هتلاقي حد موجود لحد لما بتعمل كده فعلا وهنا بتشوف ان الجسة اختفت زي ما المديرة قالت وبتكون فرحانة جدا لما بتعرف ان مشكلة تحلت فبتروح على الباب عشان تشرب حاجة وتروأ دماغها وبتقابل لنا عشان تحكي معها اللي حصل وفي الاخر بتعرف ان دوج اللي عمل كده فبتروح عليها عشان تشوف اللي حصل بالزرط فبعرفها ان هو ما عملش كده وطبعا مش بتصدقه بعدها بتروح على العربية بتاعتمو عشان تشوفه لكن للاسف بيكون مع واحدة تانية ومش بيعرف يرد عليها لحد لما بتمشي مرة تانية وهنا بتشوف الشخص المجهول قدامها وبتكون فاكرة ان ده صاحبها لكنها بتخاف منه لما بتشوف السكينة في ايده وبتفضل تهدده ان هو ما يقربش منها بعدها لنا بتحاول ان هي تكرر كده على صحبتها سالي لحد لما بتشوف تاني نفس الشخص المجهول وبتطلب منه ويجي معها على القوضة وفي الوقت ده ما تعرفش ان واحد سفاح وبيخلص عليها بكل سولة لحد لما لنا بتقابل المشرف عشان تدور على سالي بتروح على القوضة اللي كانت فيها وبيعرفوا ان هي للأسف ماتت فبتفضل تسرخ عشان حد يساعدهم لحد لما بيروحوا على المديرة هنا مو بيكون لسه في العرض بتاع السحر عشان يعمل خدعة اللي اختفاء قدامهم لحد لما بيشوف صاحبه بينزف على طول وهنا بتحصل فوضى في القطر بسبب اللي حصل وبتحاول المشرفة ان هي تحذر الناس ودج بيفضل يدور على سالي لحد لما بيعرف ان هي ماتت في الاول بيكون مش مصدق اللي حصل معها وبيحاول ان هو يدور عليها بنفسه يشيل القناع من على وش عشان يعرفوا هويته والكل بيكون في عربية واحدة عشان ما يحصل لهمش حاجة وطبعا يفضلوا في امان هنا المديرة بتطلب من كل واحد يسأل التاني على صاحبه ويطلعوا الغريب ما بينهم لحد لما دج بيتلم من لينا ان هي تروح على القضة بتاعتها لحد لما يوصلوا المحطة بتاعت القطر في الوقت ده بيفكروا مين اللي ممكن يعمل كده معاهم لحد لما بتعرف ان اللي عملوا زمان في صاحبهم كان ممكن يكون دلوقتي بيرد عليهم واكيد كان مستني اللحظة المناسبة اللي يعمل فيها كده وبعدها بتفتكر كلام السحر واللي قال ان هو بيتمنى القطر يتقلب بيهم عشان يموت وان هي شكة فيه من الاول وان كان صاحبه برضو ممكن يكون بيحب السحر واكيد اتعرف عليه من خلاله بتكرر لنا ان هي تقول اللي حصل دل المشرف عشان تحذر اللوكاب لكن دج بيكون خايف يخرج اصلا من العربية وبيفضل قاعد لوحده وبعدها بتطلب منها تحقق مع السحر فبتكرر ان هي تعمل كده وبتدور عليه لحد لما بتشوف دجه ومشغل المقلب بتاع صاحبه ممكن بعدها على طول بيشوف موبايل تاني في الدولاب بيسمع نفس الفيديو لكن الغريب ان صاحبه بيظهر تاني فبيحاول ان هو يطلب منه السماح لكن بيظهر على طول من وراء وبيقدر ان هو يقطع رقابته لحد لما بتوصل لنا مع المشرفة على الاودة بتاع الدج طبعا مش بيلاقه حد موجود لكن نقطة الدم على الارض ناحية الدولاب وفي الاخر بيعرفوا ان صاحبهم بيكون مات ورسل للأسف مقطوعة بنعرف ان القاتل فعلا بيخلص على لنا وصحابها فبيطلبوا منها تفضل في الاودة بتاعت القائد عشان يحموها وبتحاول المشرفة ان هي تدور على السحر وفي الوقت ده بيظهر المكنع في الاودة بتاعت لنا عشان يخلص عليها وفي الاخر بيعرف ان هو كان فخ معمول عشانه وان هي مش في السرير بتاعها بعدها بتيجي من وراء عشان تضربه على دماغه وتهرب لحد لما بتروح على مكان غريب وبتدخل جوه القفص عشان تحمي نفسها بيحاول اكتر من مرة ان هو يهجم عليها ومش بيعرف لحد لما بتغبطه بالفز بتاعه وهنا كيني بيظهر اخيرا قدامها وبيعرفها ان هي السبب في اللي حصل معده كله وبيتحاول تعتذر له عن اللي حصل معاه وبتقوله ان هي فعلا ندمانة وقبل ما يعمل اي حاجة بيظهر السحر في الوقت المناسب عشان يخلص عليه بالمسدس طبعا الكل بيجي على صوته ومشرفة بتعرف ان السحر كان بريء من الاول وبيفتكروا ان الموضوع انتهى على كده ولينا بتفضل تتفرج على السور بتاعتها وفي الوقت ده بتكتشف ان كين كان لابس هدوم القط ومعاه معظم الوقت وده معناه ان مش هو القاتل لكن السحر استغل الفرصة عشان يموته بترجع تاني على المشرف عشان تقولها ان القاتل بيكون السحر لكن لما بيروح على القطة بتاعته بيشوفوه اصلا ان هو ميت وهنا بتكون قربت تتجنن وفي الاخر بيحاول ان هم يحطوها في مكان امان وكارلة بتطلب المسادس بتاع السحر عشان يدفع بيه عن نفسهم وبعد شوية بتسمع صوت رسالة على الموبايل وان فيه شبكة اصلا في المكان فبتفضل كارلة تزحق معيها وتقول لها ان كل السبب في حياتها ودمر حياة ابنها هي السبب ومع الوقت بنعرف ان هي امكين وبتهجم عليها على طول عشان تعورها وترميها من القطر بسرعة بسبب ان هي موتت ابنها لكن بتوصل المشرفة في الوقت المناسب وهنا الوضع بيتعكس لحد لما الام هي اللي بتقع على شريط القطر وبعد شوية بيوصلوا على المحطة وبنعرف ان السحر اصلا لسه عايش وكارلة بتكون لسه على سكة القطر واللي بنعرف ان هي كمان عايشة لكن بيخلص الفيلم الحدي هنا فمنساش لو عجبك الفيلم تعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وللعندك اي اكتراح الفيلم رعبة واكشن اكتبوهن لتحت في الكومنتات واشوفكم ان شاء الله قريب جدا في فيلم جديد سلام